اهلا اهلا وسهلا بحضراتكم لا الكتاب ما بيبانش من عنوان ولا حاجة الكتاب بيبان من مقدمة الكاتب فاذا كانت المقدمة بتاعة الكتاب قوية رصينة متمسكة هتعرف ان الكتاب كويس اسهل حاجة انك تحط عنوان لكن انك تعمل الكتاب هو ده المهم المتن زي ما بيتقال المقدمات الجيدة تقود بالقطع لنتائج باذن الله اكثر جودة طب ليه المقدمة الجيدة ما تؤديش الى نتيجة جيدة ليه بتقول اكثر جودة لانه بمنتهى البساطة في حاجة اسمها نتيجة التراكم هذا التراكم يؤدي الى نتائج اكثر جودة لما تشوف هذا المؤتمر وانا ادعي انه فاق التوقع بل والطموح في ايه بدءا من كلمة فخامة الرئيس مرورا بكلمات السادة الحضور مش هقولك انتهاءا بكلمات السادة الحضور مرورا بكلمات السادة الحضور لان لسه عندنا بكرة ولسه عندنا بعده كان فيه سمة رئيسية شديدة الاهمية الوضوح المباشرة الحقائق الارقام الاراء المختلفة مهما كانت مساحة الاختلاف في الرأي فكانت تعطى المساحة بالكامل للمتحدث والعرض والشرح وحقائق وارقام ومنقشة وليست مجرد القاء كلمات واسئلة ومقاطعات شيء اكتر من رائع ذهابا بالشكل التقني يعني الادارة بتاعت الجلسات والحوارات والهوامش والفواصل وما الى ذلك كان عشرة على عشرة ومش عايز استخدم المصطلح بتاع وكأننا في اوروبا انا ضد عقدة الخواجة يعني ما بحبش عقدة الخواجة عندي حاجز نفسي وتاريخي ما بيني وعقلي ما بيني وما بين كلمة اصل شغل اجانب شغل اوروبي شغل امريكاني وهو احنا ما نعرفش نعمل شغل احسن من اللي بيعملوه الاجانب من اجمل الحاجات مش هقولك واجملها لكن من اجمل الحاجات واقوها كلمات الرئيس حول استطاعتنا وقدرتنا على خلق مسارات متوازية لان احنا نقدر نقف لوحدنا اه احنا نقدر نقف لوحدنا اللي وقف معانا مشكورا الف الف شكر واللي مش هيقدر يكمل محدش يقدر يلوم لكن المسألة احنا نعرف نقف ولا ما نقدرش ده احنا نقدر وقاوي خد بالك انت اللي عملت الرمل السوداء بعد توقف تسعين سنة هو انت وانت اللي عملت كشف الغاز في شرق المتوسط بعد ما كان بالتأكيد في مليون دراسة بتقول يجوز او ربما لكن انت اللي عملت كده مش هقولك ان انت اللي كشحت الاخوان خلينا في الاقتصاد لانه انت اللي قدرت انك تخلق روافد اقتصادية جديدة عشان كده نقدر نقف لوحدنا احنا نقدر نقف لوحدنا لانه هذا المؤتمر كان يتسم بالوضوح والمباشرة والشفافية ارجع على سبيل المثال للتعليق او للكلام بتاع الدكتور زياد بهاء الدين في هذا المؤتمر النهار الدكتور زياد بهاء الدين بخلاف انه كان نائبا لرئيس وزراء مصر اللي فترة ليست باليسيرة ولم تكن سهلة على الاطلاق لكنه خبير اقتصادي مهم ومن ناحية تانية دكتور زياد يقف على مربع المعارضة فلما تكلم الدكتور زياد على ايجابيات ما يحدث ثم اكمل في كلام وقال وبدأت بالايجابيات خلوني كمان باقتضاب عشان ما ضيعش الوقت انه انتقل الى الامور اللي احنا لازم نشتغل عليها وافرد لها مساحة شديدة الوضوح شديدة الاختصار دون اخلال بالمعنى السؤال هو مين فينا كان بيظن انه هيبقى فيه كلمات للمعارضة المصرية من الاقتصاديين او المختلفين في الرأي كتير كانوا يقولوا استحالة وكتير تانين كانوا بيقولوا اكيد لكن انه تخرج بهذه الصورة ما حدش فينا كمتوقع وكما جرت العادة جاء هذا المؤتمر مفاجئا بل وفاقة توقعات الكل وكما جرت العادة جاء هذا المؤتمر مباشرا واضحا اذا هذه المقدمة الجيدة او شديدة الجودة القوية هتقود الى فاعليات او وقائع ومناقشات ومحاورات اكثر جودة بل اكثر امتيازا بكرة وبعده وبناء عليها هيبقى في عندنا حزمة من التوصيات اللي بناء على توجيه الريس هي لازم هتتنفذ طالما انها قبلة للتحقيق قبلة للتطبيق قابلة للحالة المصرية وده الهدف من هذا المؤتمر طيب يا طرى هل طرى الناس في الشارع كانت شايفة ايه هل الناس تبعت المؤتمر ولا ما تبعتوش طب رأيهم ايه في هذا المؤتمر هل كان الكلام صعب عليهم ولا يتفق مع الاذن المصرية يتفق مع الزهنية المصرية فكان بالتزامن مع المؤتمر الاقتصادي تقدر تعتبره تقدر تقول بالفم المليان احتشاد لمئات المواطنين في مختلف المحافظات علشان يتابعوا وقائع هذا المؤتمر يشوفوا المؤتمر الاقتصادي يشوفوا رئيس الجمهورية بيقول ايه خلي بالك انه قدام حضرتك العينة واضحة عيانا بيانا زي ما بتقال ناس من اهلنا شبه قريبنا وصحابنا وجرانا وزملائنا هم هم الناس اللي انت بتشوفهم وانت ماشي في الشارع في اي من محافظات جمهورية مصر العربية انت هتشوف الجيزة وهتشوف بني سويف وهتشوف المنوفية وهتشوف يعني بص انت هتشوف من كل محافظات مصر الناس وهي تتابع هذه الكلمة وبتتناقش فيها وبيعبروا عن رأيهم وهرجع تاني هقولك هو انت كمواطن من حقك بالمناسبة انك تعبر عن رأيك ومن حقك انك انت تسأل والاسئلة بتاعت حضرتك هتعرض داخل المؤتمر وهيبقى عليها الاجابات والمناقشات مئات المواطنين زي ما احنا كنا بنعرض لحضراتكم في الجيزة وخصوصا في منطقة الوراء وخصوصا في منطقة الوراء وبحط تحت خصوصا عشرمائة خط عن الشكر والمحبة اللي بيقدمها المواطن المصري لفخامة الرئيس عبدالفتاح السياسي الناس على سبيل المثال للحصر في الوراء عبروا عن الامتنان بتاعهم نحية الريس وعن اللي بيتعمل في مصر طلاب جامعة المنوفية على سبيل المثال كانوا في جولة في مشروعات حياة كريمة وتابعوا المؤتمر تحب تشوف تقرير انا هسميه بالبسيط مش لبساطة المحتوى لا ولكن انه هي شريحة كده شريحة فيها تعددية الشرائح والاشكال المجتمعية ولكن بالمختصر المفيد شوف المواطنين في مصر من مختلف المناطق ومختلف المحافظات رأيهم ايه في وقائع هذا المؤتمر تزامنا مع المؤتمر الاقتصادي الذي عقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهدت قرية شما مركز أشمون بمحافظة المنوفية زيارة ميدانية لوابد من طلبة وطالبات جامعة المنوفية لمتابعة مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة على أرض الواقع ضمن سلسلة زيارات ميدانية لأماكن المشروعات للمتابعة على أرض الواقع ورؤية الإنجازات التي يشهدها الريف المصري وتعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات في المبادرة الرئاسية حياة كريمة النهاردة بدأنا شرحنا كل ده للولاد داكل الندوة النهاردة كان أول جولة لجامعة المنوفية للزيارة الميدانية للطلاب عشان نبدأ نعرفهم إيه هي مشروعات حياة كريمة الدنيا بتدار فيها إزاي بدأنا إزاي من الصفر إيه اللي طاقات الجامهرية اللي عملناها مع الناس إيه المشاريع اللي حلموا بيها وإيه المشاريع اللي بيتسلموها وهي هي نفس المشاريع على أرض الواقع بالفعل يمكن بدأت جولة بمركز شباب شامة بدأنا نعرفهم إيه هو مركز الشباب من خلال مدير إدارة الشباب ورياضة بمركز أشمون عرفهم مطالب الناس كانت إيه إيه اللي اتحقق والفعل تم زيادة ملعب جديد وصلت ألعاب جديدة للشباب طبقا لمطالبهم وإحنا شغالين كمان عرفناهم الشوق الفني والمهندسين بدأوا يعرفونهم من خلال المخطوطات طبعا الهندسية المبنى كان شكله إيه قبل البنى وبقى إيه بعد البنى بعدها تحركنا المجمع الخدمي وعرفناهم على نظام الشباك الواحد وإيه الخدمات اللي بتقدمها المجمع الخدمي من مجلس محلي ووحزة صدام ونسجل مدني وشهر عقاري والخدمات كلها اللي بقت كلها مربوطة على مصر رقمية شام قبل كده كان القرية محرومة من الخدمات دلوقتي بقى فيها مركز طب احنا وفينا قدامه فيه هنا مجمع خدمات فيه مدارس يتعاملت فيه كشك المكتبة الثقافية فيه مركز للشباب يتجدد كل ده بقى بيسهل على أهل القرية قبل كده مثلا عشان يتكشف الطبي أو أنه يعمل سنان أو أي حاجة من دي بيضطر أنه يسافر لعيادة خاصة في أجمون المدينة نفسها النموة النهاردة العيادات كلها متوفراته في المركز الطبي توافض المواطنون في محافظة الجيزة بأحيائها المختلفة ومنها حي الوراق لمتابعة المؤتمر الاقتصادي الذي عقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة وعبر المواطنون عن سعادتهم بما تم في هذا المؤتمر من إجابات لأسئلة كانت تدور في أذهانهم حول الوضع الاقتصادي كما عبروا عن دعمهم الكامل لكل القرارات التي اتخذتها الدولة من أجل النهوض بالاقتصاد المصري نشكر السيادة الرئيس على الإنجازات التي تمت والتي تتم والتي نرى ولمسينها السيادة عمله في 8 سنين كان يعني ده يتعامل في 30 سنة والطرق ما شاء الله يعني بتتعامل بتكفي لمدة 100 سنة قدام والمساكل اللي بتتبيني لأولادنا وأحفادنا ما شاء الله تكفي برضو كواس جدا ونتمنى الخل البلد والمزيد من الرئيس إن شاء الله بنشكر السيادة الرئيس على المجهود وعلى إن هو يعمل المؤتمر الاقتصادي في مصر اللي طبعاً تعارفين لما بتعمل أي مؤتمر اقتصادي في أي دولة يبقى عليها الاتجاه النظر بيبقى عليها والزبط بيبقى عليها على طول عشان طبعاً تعارفين مصر وتقلم مصر في المنطقة في المنطقة يعني بنقول للرئيس إحنا أوراق المؤتمر ده جماعة يحقق فرص عمل جديدة استثمارات جديدة هيخلق مشروعات قومية زي الرئيس عمل المشروعات دي يا جماعة بتهدف إن هدف بتزود الاقتصاد المصري بتزود فرص العمل بتزود استثمارات الداخلية داخل مصر كلنا بنشكوره وبنقوله قطر خيرك وربنا يا ربي يخليك لمصر ويحروسك ويحميك علشان إحنا مش هنعرف نعوضه بصراحة الحمد لله بلدنا يعني كويسة والحمد لله فيه مصروع تكافل وكرامة ده بيدعم شريحة كبيرة من المجتمع وفيه كمان حياة كريمة اللي عملت بيوت كتير للناس وفيه الطرق الجديدة وفيه تنمية وفيه يعني حاجات كتير للرئيس بندعمه وبين الله يعينه ونتفكره احتشد المواطنون صباح اليوم بمحافظة بني سويف لمتابعة المؤتمر الاقتصادية الذي عقد بفندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وعرب المواطنون عن سعادتهم بالمؤتمر وما جاء به من إجابات عن أسئلة كانت تدور في أذهانهم كما أكدوا على رغبتهم في استمرار هذه المؤتمرات لما تعكسه من شفافية بين الدولة والمواطن بصراحة في الحقبة اللي مسك فيها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات كانت غامضة كانت ممكن تدور للبلد داخل كتير فعلا اكتشفناها بسبب المؤتمرات دي وغيرها والمؤتمرات الشبيهة لها بس الكلام ده كله على خطة نهج سيادة الرئيس احنا فهمناها اكدر شوية لانه باستفادة يعني عن طريق علمي ربنا يخليه لينا ويستره عليه عشان الأطفال اللي طالع الأجيال بتاعتنا دي عشان ما يزلموش وربنا ينصره على مين يعاديه وربنا يخليه ليه رئيس الوزراء حكد وقت من 73 لحد هذا الان لحد 2022 ايه عمل ويه والاقتصاد بتاع البلد عامل ازاي واحنا اقتصاد بتاع مصري اقتصاد الحمد لله واقف ما تهزش الاقتصاد بتاع مصري في أزمة كورونا الحمد لله برضو واقف مصر كلها بتحتفل مع فخامة الرئيس بالتمكين المؤتمر التمكين الاقتصادي اللي يمكن فخامة الرئيس دائما ما بيدينا تعليمات ان يبقى فيه اهتمام للأسر الأولى بالرعاية والاحتياج وتمكينهم اقتصاديا لزيادة مواردهم وتنمية دخلهم من خلال المشروعات اللي بتقدم لهم بنشكر سيدة الرئيس عبد الفتاح السيسي بحياة كريمة وحياة سعيدة واسرة اقتصادية جميلة جدا عملنا مشروع بآلة كان عنده صغير جدا وفدحته جبت فيه تلاجة ووسحته البحيرة على متابعة المؤتمر الاقتصادي الذي عقد صباح اليوم بفندق الماسة بالعاصمة اليدرية الجديدة بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وعارب المواطنون عن سعادتهم بهذا المؤتمر لانه حمل لديهم كثير من الاجابات حول الوضع الاقتصادي كما اكدوا على رغبتهم في استمرار هذه المؤتمرات لما تعكسه من شفافية بين الدولة والمواطن احنا مع الرئيس في كل الفعاليات مبادرة ابدأ مبادرة جميلة جدا في ظل الظروف اللي احنا فيها لازم الشعب كله يتكاتف مع بعضه بالنسبة للمؤتمر هي حاجة جميلة جدا في شفافية عالية جدا من مجلس الوزراء كله وكل الحضور يعني هو بيطرح كل مشاكل الدولة والبلد اللي فيها وحلولها يعني هي كل حاجة على مسمع ومرأة اي حد انا شايف ان الحكومة ابتدت من ان هي تعمل مؤتمر اقتصادي وتناقش المشاكل ان هي فعلا بدأت تعس بينا الدولة في ظهرنا باذن الله وان شاء الله مستبشرين خير بالمؤتمر الاقتصادي ده انه يبتدي يحصل انفراجة وانفتاحة ان احنا يبتدي الاستراد يتحرك شوية بالنسبة لمعوقاتنا كصناعة ونأمل برضو ان احنا الموارد اللي احنا بنستوردها دي كلها نأمل انها تصنع في مصر الشفافية والمصارحة اللي بتعيشها الحكومة مع الشعب ده بعد شيء مطلوب وشيء الحكومة تشكر عليه لان لو تلعت الحكومة كل يوم تقول ان الدنيا وردي والدنيا تمام واحنا عكس كده هنقابل المشاكل كبيرة جدا اللي بتعمل الحكومة انها بكل فترة تجتمع بالشعب تجتمع بالرئيس الرئيس بجتمع بالناس بفهمنا ايه اللي علينا ويه اللي لينا علشان نقدر نطلع خطوة خطوة ونكمل زي ما احنا ماشيين خطوة كويسة للبلد وان شاء الله ربنا وفر رئيس عفتاح السيسي في القادم ونتمنى للبلد الرخاوة للزهار ان شاء الله اكد مواطن صعيد مصر منذ ساعات الصباح الباكر في محافظة سهاج حرصهم على متابعة المؤتمر الاقتصادي الذي عقد صباح اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعارب المواطنون عن تفاؤلهم بالفترة القادمة وعن دعمهم لمقترحات المؤتمر من اجل اقتصاد افضل في المرحلة القادمة لمصر مشكور الحكومة بالارقام ازارة العقائق في اجابات كثيرة في المجتمع وفي تطوير في كل انحاء الجمهورية جميع المحافظات في از الازمة اللي بيعاني منها العالم من الاقتصاد من الازمة غزائية الحكومة موفر الدعم على الارض الواقع خطط تنموية بنشوفها بعنا على ربوع مصر بالكامل في القرى والمدن فخامت الرئيس عمل حاجات تصير قوي تخلي بالمحدود الدخل يكون عنده حاجات اكتر ان هو يعلم من مسواه الاقتصادي ويكون عنده حاجات تتساعده في حياته احنا بنشكر الرئيس لدعمه للمواطن والدعم الشعبي ده لقرارات الرئيس النهاردة المؤتمر الاقتصادي اللي كلنا دعمين لها في وسط صعيد مصر بمحافظة السيوت تجمع مئات المواطنين لمتابعة المؤتمر الاقتصادي الذي عقد صباحا اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي وعرب المواطنون عن سعادتهم بما يتم بالمؤتمر معربين عن تفاؤلهم بالفترة القادمة لمصر ففكرة المؤتمر اللي هو يوضح للناس مشاكل الاقتصادية دي انه ازمة الاقتصادية دي ازمة عالمية مش على دولة عينها فاحنا بنوضح للناس ان الموضوع ده ان ازمة عالمية فالناس لازم تصبر وتتكاتف مع بعض عشان تعدل ازمة فهين الدولة بتتخذ اجراءات عشان تعدل الموضوع ده او تعدل ازمة الاقتصادية اللي موجودة بافضل الطرق وشط الطرق الممكنة الحمد لله قدرنا بفضل ربنا وفضل طبعا قيادات البلد والشباب والعزيمة الشبابية اللي احنا نرجع تاني والاقتصاد بتاع مصر يعمل يعتبر نسر كويسة خالص في السنين الاخيرة دي اتمنى زي ما الناس كلها تعشم والناس كلها بتتمنى المجتمع المصر كله ان في النهاية الحكومة تطلع بنتايج من المؤتمر تساعد على تحسين معيشة الشعب المصري في ظل قيادة الحكيمة احنا طبعا بنتحرك طبعا ودوعة المصدقية اصبحت اكتر في ظل البرنامج الرئاسي حياة كريمة اللي هو طبعا بعد مرور الفترة الزمنية تلف سنين عليه كان فيه تغير طبعا ارض الواقع خالص والناس طبعا لمست الموضوع ده خالص وكان جهد ملموس يعني من الحكومة اكد مواطن محافظة كفر الشيخ انهم على نفس درجة الوعي لدى مواطن المحافظات الاخرى حيث تجمع الكثير من المواطنين لمتابعة المؤتمر الاقتصادي الذي عقد صباحا اليوم بالعاصمة الادارية الجديدة بحضور السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي التجمعات لم تخلوا من احاديث جانبية تحمل كل التفاؤل والامل في غد افضل ينعم باقتصاد واعد خطوة كويسة من السيد الرئيس ان هو يشرك كميع التباطل المجتمع في الاقتصاد بتاع البلد وده خطوة كويسة وده يدل على ان الرئيس بيشرك كل حد في اي حاجة هو بيتخذها لان يدله حدها ما تساقفش ويعني احنا بنشكر الرئيس على كل حاجة بيقدمها والمشروعات التنمية والاقتصادية وان هو يعني بشاركنا في اي حاجة بيتخذها حبيب اشكر السيد الرئيس عبدالفتح السيسي على الفكرة الجميلة اللي اتاح لها لكل المصريين طرف معنى الاقتصاد وازاي عجلة الاقتصاد والتنمية بتكون بالاستثمار السيد الرئيس فعل دور الشباب في اللقاءات والمنتديات عايز اقول ان احنا كشعب مصري محتاجين ان احنا نصبر ونتكاتف علشان ننهض بالمجتمع المؤتمر الاقتصادي والحياة خطوة ممتازة جدا وارادة حقيقية من القيادة السياسية نحو وضع خريطة الطريق للاقتصاد المصري والحياة كمان يعني فيه خطوات جدية على طولة الحوار في الاقتصاد المصري على هامش المؤتمر وحضور والعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي وتشريف كبير جدا لهذا الملف عرفنا اقتصاد بلدنا ماشي ازاي وان ازاي الدولة بتحارب كل التطرفات وكل الاشاعات اللي بتحوم حوالين البلاد كلها وخصوصا بعد الحرب الروسية الاوكرانية الرئيس بيدينا الفرصة ان احنا نشارك في المؤتمرات زي دي سواء منتدى الشعاب العالم او المؤتمر الاقتصادي او اي مؤتمر بيحصل في مصر فدي فرصة كويسة لكل الشعاب انها تكون موجودة عندنا امل في سيد الرئيس وتوجيهاته بإذن الله ان يكون فيه توصيات من المؤتمر تساعد على تحسي الاقتصاد رغم ان احنا يعني الحمد لله يعني ربنا عنا وكان بفضل توجيهات سيد الرئيس الازمات اللي مر بها للعالم كله الازمات الاقتصادية من كورونا للحروب في المنطقة وعلى مستوى العالم كله ان احنا تأثيرنا كاقتصادنا كان يعني اقل ضروة من البلاد اللي حالينا ازاي حضراتكم؟ ما عليش الواحد بس اللبس النظرة فلازم يعمل كده لمن كتر الاراية ومتابعة وقراءة كل ما هو متعلق بالمؤتمر النهاردة طيب تعالوا واحنا بنتكلم بعد اذن حضراتكم هنبدأ بجزء من كلمة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي انهي جزء المسألة اللي فند فيها الرئيس في مجموعة من النقاط شديدة التركيز شديدة العمق على الوضع الاقتصادي والاجتماعي اللي مرت بيه مصر على مدار العقود الماضية دايما المزيع اللي بتكلم بقول جملة يا جماعة احنا قادرين نستوعب انه رئيس جمهورية مصر العربية الحكومة واحنا الناس المجتمع الشعب كلنا شركاء في ايه؟ في دفع فاتورة بتاعت سنين طويلة فاتت فاتورة تقيلة ودون مناكفة ولا مكيدة مع اي حد انا بتكلم بجد والله العظيم ونتكلم كلام بجد بقى علمي حبتين الربط ما بين الوضع الاجتماعي والوضع الاقتصادي المصري وضع لا يقبل القسمة ابدا فالرئيس كان بيتكلم على ايه؟ بيتكلم على انه مجابهة التحديات الوقوف معاها كانت بتصطدم بايه؟ بمحزير محزير من ابرزها عنوان حفاظ على الاستقرار ما بين قصين الهش او حطها جملة اعتراضية شرطة وشرطة الهش للدولة بدل ما كنا نتحرك في وضع مسارات حقيقية او خلق مسارات حقيقية لحلول حاسمة وضرورية هادر ابنك مثل بسيط بعد إذن حضرتك مش عايز اطول عليك ابنك عيان واخد دور من اللي هو الدور ادى لسخونة شديدة البعض بيدي الواد خافض حرارة ودي مصيبة انت تعالج عرض ولا تعالج مرض لا تذهب الى السبب الجزري الروت كوز البعض الاخر بيشتغل على السبب الجزري فيشوف والله ده محتاج انتبيوتك ده محتاج سلفيت ده محتاج مش عارف ايه احنا قعدنا عشرات السنين بنعالج السخونية ما بعالجش الدور اللي ماشي ما بعالجش السبب في كحة الواد ما بعالجش السبب في ارتفاع درجة الحرارة ما بعالجش السبب في ضيء التنفس ما بعالجش السبب في الرشح كل اللي بنعمله ايه ادي له حباية مسكن وخفض حرارة الواد هيخف الاقتصاد هيخف المجتمع هيخف كله كان قاعد عمال بيفكر على الحالة الظاهرية الكرسي اللي بيلمع هنا بيأكد الرئيس انه من الضروري دراسة البيئة منقشة حجم صلابة الدولة الى اي مدى الدولة صلبة علشان نقدر نمرر مسارات اقتصادية اسمع رئيس نصا قال ايه ان مجابهة هذه التحديات كانت تصطدم بمحاذير الحفاظ على الاستقرار الهش للدولة بدل من التحرك في مسارات الحلول الحاسمة والتي تتسم بالخطورة حد يقول لي هل هناك علاقة بالاتنين يعني البند ده والبند اللي بعده اه طبعا انا بادرس البيئة المصاحبة اللي هي لكن وانا بنائش ده بشوف يطر الدولة عندي حجم الصلابة بتاعتها كرأي عام يمكنني من تمرير المسار اللي انا عايز اتحرك فيه ولا لا وحديكم مثال هفكركم ان في 2015 احنا شلنا دعم جزء كده فاكرين مش كده شلنا دعم جزء عن الوخود مش كده مش كده طارق ولا انا نسيت صح كده الناس كلها ساعية تقول لك ايه هو الرئيس السيسي بيغمر بشعبيته بيغمر ايه بشعبيته مش كده انا كان تقديري في الوقت ده ان الرصيد اللي موجود ده لابد من استثماره اكبر حجم من الاستثمار في الاصلاح والبناء لان مش هتتعود الفرصة تاني وقد لا يتواجد مسؤول اخر في المكان ده بعد كده يقدر يبقى عنده هذا الحجم من الارصدة اللي ممكن الناس تقبل منه الفكرة الفكرة مختلفة خالص الفكرة هنا مختلفة خالص لو ما كانش متخز القرار منتبه للكلام ده كويس وعارف يعني ايه هو فين ويستفيد من الفرصة المين لبلده يستفيد من الفرصة المين لشعبه لتقدمه لاستقراره يبقى هو يعفتته الفرصة الجملة دي بعد اذن حضراتكم لازم بس نتوقف عندها اللي هي الجملة والرئيس بيتكلم على 2015 ورفع جزئي لجانب من الدعم واستثمار هذا الجزء الاستثمار الاكبر والامثل وقال وقتها اتقال الرئيس بيغامر بشعبيته طيب اذا سمح لي الرئيس وسمح لي الكل هذا الرجل هو الاكثر جسارة وجرأة وشجاعة في اتخاذ قرارات مصيرية متعلقة بمستقبل الاقتصاد المصري لا حاضره ومستقبله الرئيس وصل الى الحكم او الى الرئاسة وهو محمولا على الاعناق ولا احد يستطيع المفاصلة في ده وجاء بحالة ملحمية خد بالك ده اول رئيس جمهورية في تاريخ جمهورية مصر العربية منذ قيام الجمهورية ما بعد ثورة التين وخمسين يتفق عليه كل الناس كل الناس من اقصى اليسار لاقصى اليمين ما حصلش انه في حد وصل في اول يوم للحكم بهذه الشعبية الجارفة اه ولا الرئيس عبد النصر الله ارحمه رئيس عبد النصر كانت شعبيته تركمية الرئيس السيسي جاي من اليوم الاول مية في المية الناس شيلة صوره ده من قبل ما يوصل الناس رفع صوره في الميادين وفي الشوارع ومعلق صوره جوه البيوت وعلى الحطان وفي البلكونات ومحدش يقدر ينسى ده ما تخليش الدنيا بتجري بيك فانت تنسى هتجي تقول لي بس هقولك لا استنى بس سنة انا من الناس اللي مؤمنة جدا بتلاتين ستة انا من الناس اللي مؤمنة جدا بنتائج تلاتين ستة ايمان كامل وفي قرارة نفسي وانا ما ظنش انا قلت الكلام ده قبل كده انا من اكتر الناس اللي بتأيد هذا الرجل وهأيده لحد ما موت الفترة اللي ذكرها الرئيس 2015 ورفع الدعم الجزئي انا واحد من الناس اللي اتبرجلت انا رجل يساري رفع الدعم الناس الغلابة لأ خدت خطوة الورا واظنه ده موجود واظنه على اليوتيوب لا يقينا على اليوتيوب ده معروف قلت لأ ومش عارف ايه واعتردت واختلفت حلو رئيس الجمهورية بمنتهى الجسارة فضل مكمل وهو يعلم انه ده هيهز ناس زي حالتي انا واحد رجل مؤيد جدا بحبه جدا بحترمه جدا مؤمن بيه جدا مقتنع بيه جدا بس اتهزيت وخدت خطوة لخطوطين لورا لا 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 ايه ده ازاي رفع دعم جزئي لا 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 ازاي خطوة التعويم دي كانت لازم تحصل خلي بالك برضو اغلبنا يعني الناس اللي تربت جوا اليسار دول احنا شويتين بنبقى شايفين ان احنا ايه افهم اقدر اكثر اه اكثر اطلاق حاجات كده عندنا منظور ما يا سيدي شايفين وهو الاصح سيبك من كل الكلام اللي انا بقوله ده احنا شايفين ان احنا الاصح فكان يجب علينا عندما اتخذ خطوات متعلقة بالتعويم ان يقوم الرئيس والحكومة بفعل كذا واتخاذ كفة مش عافي الاجراء الفلاني والقرار العلاني فيش مشكلة في ان احنا نطرح لكده انا بقولك اه اه انا رحت راجع الوارا كده ماشي الكلام زي ناس تانية اكيد هل خاف الرئيس على منحنى شعبيته لا وده الاهم عشان كده انا بقولك الاكثر جسارة وجرأة وشجاعة لانه ما شغلش نفسه بمعدل الشعبية ولا كل كلام بخالص هو شغل نفسه بانه هو الصح ايه ايه اللي لازم يتعمل وعلى رأيي من رئيس يقول دايما اصلا ربنا هيحسبنا فهو كان بيرضي ربنا بيرضي ضميره تجاه ايه هل تجاه الاحياء احنا اللي عايشين بس لا واللي هيتولده واللي جايين لاجيال قادمة ومتعاقبة اقولوا ان شاء الله فكانت المسألة بالنسبة للرئيس هي المغامرة المحسوبة عشان كده الرئيس اشار هنا لايه فكرة هي قياس مدى صلابة الدولة وقدرتها على انه نقدر ناخد مسارات اقتصادية جديدة نخلق مسارات جديدة ليه علشان مستقبل هذا البلد فعدت الدنيا لقينا ان قرارات الرئيس صح مية في المية مية في المية لانا عايز اقوله لسيادك لما تاني تجد رئيس الجمهورية يقف في هذا المؤتمر امام مية واربعة مليون مواطن بل وامام المجتمع الدولي هذا المؤتمر منقول على كل التلفزيونات مصرية وعربية وغيرها يتحدث بهذه الجرأة والوضوح والشفافية اعرف ان انت ماشي صح ليه لانه الدولة واخد قرار استمع لكافة الاراء ونائش كافة الاراء وايا كانت اراء المختلفين ان كانت هي الاسوب فليؤخذ بها خلينا اخذ معايا على التليفون وهنا بقى نتكلم مع السياسيين بالمناسبة سيد النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ اهلا 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 سيد النائب اهلا 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 بمعالي النائب المختار ربنا يخليك فندم الحافظ اخوك صغير ربنا يخليك ربنا يخلي حضرتك سيد النائب كرجل صناعة وكرجل سياسة وكنائبا عن الشعب في مجلس الشيوخ وانت تتابع هذا المؤتمر وتتابع وقائعه وتتابع كلمات الرئيس وتاني ما بين قصين انا اشدد عليها وكلمات الاراء المختلفة والمعارضة شايف الوضع ازاي فد اولا بحيي حضرتك على كل كلمة انت قلتها قبل المداخل بتاعتي كلامك صادق 100% وبحييك عليه واحنا كلنا زي حضرتك وعايز اقول سيدة الرئيس ربنا يديك الصحة ويبركلك لانك انت فعلا بتغامر بشعبية حضرتك بس من اجل لا يا راية احنا شعبيتك تزيد والناس مقتنعة والناس على الطريق معاك ايا كانت الامور النقطة التانية ينصف به الكلمات اللي قالها سيدة الرئيس النهاردة في المؤتمر كلمات صادقة نسأل نفسنا سؤال هل احنا عايزين حد يقولنا كلام يريحنا ونبقى في يوم الايام امام مواقف اسوأ وما تتحلش ولا عايزين حد يبقى مسؤول عننا فعلا يعدي بينا البر الامان ونتحمل معاه هو ده السؤال السؤال التاني سيادتك طيب ما هو الشعبية دي النهاردة لما بيجي في بعض الناس علينا بعض الناس تقول الظروف طب ما هو لو كان الكلام ده اتعامل من سنين فاتت كانت الامور بقت النهاردة مش بالشكل ده ولو استمرين عليها هنقعد سنين جاية هتبقى اسوأ واسوأ يعني والطرق هي دي بقيت المشكلة بالعكس طب ما تسألوا نفسيكو سؤال لو الحاجات دي ما تعملتش مبارح واول مبارح وتعاملت بكرة وبعد تفلفتها ايه هل احنا محتاجين لها ولا لا هل كنت بتوقف في الطرق الزحمة على فكرة بتستهلك بزين وعصابنا بتبقى مش طايقة بعض والناس بتبقى مستوية طب لما نقول الطرق اللي بتتعامل والبنية التحتية اللي بنشوفها وما هو ده استثمار استثمار لبكرة النهاردة نقدر نقول في عندنا مشاكل محدش يقدر ينكر ومش هندحك عن الناس ونقول لأما فيش مشاكل في مشاكل مصر ما هيجزء من العالم ولما نيجي نقول للعالم في مشاكل يقول لك اصدق ايه اوكرانيا ضربت مش عارف ايه 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 لا اخ كما حضرتك الشائعات والناس المغردة الشائعات والناس المغردة وتيجي تبصى حضرتك والسيادتك نائب بتقابل الناس في الشارع في واحد ييجي يقول لك كل اللي بتعمل ده غلط طب تعالي عم تديلي صح وحللي ما عم بش حال طب بلاش دي يا سات النائب نهاردة انا هنا بقى مش هسأل سات النائب تيسير مطر انا هسأل تيسير بي مطر رجل الصناعة يعمل في الصناعة بقى له عشرات السنين الرئيس جزء من كلامه استعراض للوضع الاقتصادي خلال تقريبا عشر احناشر سنة فاته وسيادتك بتشتغل في الاستثمار الصناعي بقى لك سنين من قبل بقى العشر سنين اللي فاته كمان كمان هل يا سات النائب او لأ احنا قلنا بقى هننسى اللوتي الصفة النائب هل يا فندم هنا اقدر اقول انه الكلام اللي اتقال وتعرض علينا غير وقعي هل حضراتكم كصناعيين لولا مجموعة القرارات اللي تم اتخاذها وبنفس ذات الظروف احنا كنا هنقف النهاردة الوقفة دي هل الحرب بتاعت اوكرانيا وروسيا وتأثيرها في اقل الحدود على الاقماح والحبوب والحاصلات كنا هنعرف نقف الوقفة دي ممكن ارد على حضراتك ارجوك فندم اشكرك على سؤالك الجميل تال اللي بيوضح حاجات كتيرة جدا وجاي في محله طب انا عايز اقول له حضراتك كمان اضافة لو ما كانش فيه كهرباء وما كانش فيه طرق وما كانش فيه استقرار امن هل كنا هنعرف نشتغل وانا كنت اشغل مصانع ازاي كنا هنعرف نشتغل هل نفينا الايام اللي فيها ما كناش بنشتغل وكنا عاديين تحت البيوت عشان نحرص ببيوتنا هل نفينا الكلام ده لما نيجي نقول النهاردة الحرب دي اتعامل اللي قامت بين اوكرانيا وبين توسيا هل اثرت علينا احنا بس لو اثرت علينا احنا بس بحنا عندنا حاجة غلصة حضرتك مخزون استراتيجي خمس شهور للامام عندك امن وامان عندك استقرار عند حضرتك سلعة اي نعم سعرها غيلي لكن موجودة الكلام ده كله سياسك موجود اه عايزين احنا الكلام بقى اللي سياسة الرئيس النهاردة قاله طب ازاي نعدي بنعنق الزباجة عشان المواطن يقدر يشتري الحاجة وهو عنده امكانيات مالية يقدر يشتري مرتاح طيب سيناريو تخيول يا فندم لو ما كناش عملنا الكشفات بتاعة الغاز الطبيعي في شرق المتوسط ثم منتدى شرق المتوسط كان هيبقى شكلنا ايه يعني كان هيبقى شكل الوضع الاقتصادي في مصر ما كنتش حضركها تقدر تنور شارع ولا تقدر تشغل مصنع ولا البيوت كانت تتبقى منوارة وكلام وكلام مش مجاملة كلام حقيقي انت هتشتري الغاز بكام وانت امكانياتك المالية ايه وهل انت عندك غاز عشان تقدر تشغل محطات الكهرباء لا طب كنت هتستاوت وساعتها برضو كنت هتقول الحكومة ما هياش قد يبقى في الحالة دي نقول الحمد لله ان عندنا حق لطلع الاثنين مليار اللي انت بتشتري ديهم غاز كل شه عشان خطر تقدر تعيش عشان خطر تقدر تروح بيتك وانت في امن وامان ولادك باعدين في نور مصنعك شغالة فالكلام ده حضرتها كلام ايجابي الامكانيات عندنا كانت تسمح ان احنا ما بيبقاش عندنا الحق اللي تقل ده كرم ربنا علينا والسياد سؤال النهاردة كرم ربنا علينا بالحق لده طلع في الوقت ده ان فعل انا عايز اقول حاجة يوسف به ارجوك يا فعند متفضل لقطة مهمة جدا للشباب وللناس والكل احنا كلنا زي بعض وكلنا نختلف وجهات النظر لكما نختلف على البطن احنا محتاجين في الوقت ده وده يمكن نداء محتاجين في الوقت ده نقطة مهمة جدا للشباب وللناس التماسك والتكاتف والوقوف صف واحد خلفه في ناس ما بتحبش الخير ده مجتمع وده وطن وده دنيا فيها الخير وفيها الشر لكن ما ننصرش ورا الكلام الهدام اللي بيوقع اتمنى من المؤتمر الاقتصادي اللي يطلع بقرارات بوصيات مهمة جدا لفيد الصانع لفيد المصانع المولقة تهدي من الفتاعدة عندي مباطرة عايزة اقولها كنت لسه هسأل حضرتك تيسير بيه حضرتك رجل صناعة ف احنا مش في قطر التماني انا عايزة اسمع تصورات ست النقب تيسير مطر وكيل لجنة صناعة ورجل صناعة بالاساس من وجهة نظره كلمة او توصيات او مقترحات تدرج حتى ولو على الهواء تساؤلات امام المؤتمر الاقتصادي خلال اليومين اللي جايين قولا واحدا السيد رئيس الوزراء المحترم اللي كلنا بنحترم رئيس وزراء مصر التوصيات اللي تطلع لابد من ان احنا نحط في الاعتبار المصانع المتوقفة الزراعة الزراعة والصناعة يوسف بين رقم واحد نمرت اثنين المصانع المتوقفة نمرت ثلاثة الاستثمارات اللي وقفة واللي محملة بأعباء نمرت اربعة لابد من اننا نفكر ازاي نخفط من التكاليف اللي بتحط اعباء على الصانع وعلى الزارع ما بيقدرش ان هو يسطر لبرة نمرت خمسة ازاي نحل مشاكل المصدرين انا عايز اقولها لحاجة تعاون الجنية وعدد تعاون الجنية وارتفاع السعر طب انت النهاردة خايف من تعاون الجنية وفي نفس الوقت ما عندكش سلعة طب هتعمل ايه يعني انا عايز زي تالبط الناس اللي عملة تتكلم وتقول طب ما فيه تعاون جنية خيتيت من الارتفاع الاسعار طب ارتفاع اسعار والحاجة تبقى موجودة والارتفاع اسعار ونعدي المشكلة ونقدر نزود دخل الناس ونعايز نقول لحضرتك على وجهة نظر برضو اتمنى من زملائي الصنع والمستثمرين ان هم يتقبلوها مني وما يزعلوش وما حدش يقول لي لو احنا شغالين احنا عايزين يا فانتم اللي وقدي متنازل عن جزء من الارباح اللي كانت تتحقق او المكاسب اللي كانت تتحقق ونهدى بتواب الاسعار صالح المواطن عشان نبقى جانب بلدنا وجانب دولتنا ونفس الوقت بنطالب الدولة بانها تعمل بغاضرات صالح الناس المستثمرين تأجل له مثلا حاجة تخفض له حاجة يبقى في توازن من ناحيتين ننزل في الاسعار شوية عشان خطر المواطن الغلبان عشان خطر المواطن في الشارع عشان خطر السباب تشغيل المصانع احنا وصفة في المجلس احنا وفقنا وصفة والمجلس المواطن على صعب السيارات عارف يعني صعب السيارات يعني تشغيل كم كبير جدا من الشباب تشغيل كم كبير جدا في كل اللي عايز يقول العربية محتوياتها ايه ولو كل قطع فيها تعمل بيها خط انتاج شوف كم واحدة يشتغل فيه صح انا اتفق مية في المية اولا خاني اشكرك كسات النائب نورت وشرفت وقفت كما جرت العادة الف 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 شكر لك كسات النائب كل الشكر كسات النائب بايسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ قبل الفاصل مش انا مواطن عايز اتكلم انا برضو اقول بقى حاجة الوقت فيه لاز كتير جدا من واحد اللي مقبل على نشاط صناعي ادي واحد كده صنف في صنف تاني عنده نشاط صناعي طيب ايه بقى المشكلة اللي عايز تقول يا عم يوسف اقول لك سيدي انا هنا بقى اتمنى انه يتسع الصدر الجميع وكأني موجود جوا المؤتمر بقول كلمة تعدد جهات الولاية مرض عضال يفتت جسد الصناعة المصرية يعني ايه انا النهاردة علشان افتح مصنع او اوسع المصنع او اعدد في نشاط المصنع او اغير نشاط المصنع لازم الف لفة من اللي قلبك يحبها الشباك الواحد حلو جميل لكن الاقي نفسي بقى خب بدل الموافقة خمس ست سبع موافقات وسعب تبقى الموافقات بتاعة الجهة دي يقول لك لا انت مروحتش بقى لكذا فاروح لكذا استنى ده انت لازم تعمل كذا وحاجات مش موجودة في الورقة بالمناسبة تعالى فلما بيجي نفتح مصنع فبقى فيه عندنا كده ايه زي ورقة بتاعت الحاجات اللي هنقعد نعمل فنقعد نبص ينهر ابيض ماشي حاضر نلف اللفة ما عندناش مشكلة اللف اللفة مش دي المشكلة المشكلة ان اللفة لا تنتهي ابدا دائرة جهنمية شديدة الصعوبة تعمل ايه دائرة جهنمية دي بقى خلال واحد يصل الى عتبة اليأس في بعض الاحوال فاقولك لا 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 خلاص بص مفيش داعي انا اعمل شهادات البنك الكذا واخد الفايدة 14% لمدة 3 سنين ميت فل يبقى انا عملان ايه اللي حصل مني انا مش بس خسرت جزء من الارباح الرأس المالية اللي كنت هعملها لو انا كنت مصنعة لانا مفتحتش المصنع فانا ما شغلتش ناس وما انتكتش فما سدتش فجوة جوة السوق المحلي وما صدرتش فما دخلتش عملة صعبة وقللت حجم العملة اللي بتخرج من عندي فانا كل املي ان انا ابدأ الاول بتشجيع الصناعيين المصريين وتشجيع الصناعات الوسيطة والصناعات المغزية زي ما قالت يصير بي كده بالزرط انا عايز اعمل مصنع عربياتي بقى لازم انا شجع المصنع اللي بتعمل الضفاير مصنع مش عارف الالسيهات البلاستيك حتى اللي بنربط بيها الضفاير مصنع اللي مش عايف ايه الالومينيا من اللي بربط بيه ضفاير تانية قد تكون معرضة للسخونة مصنع سواميل خمسة ملي حاجات كده يعني كله انا عايز اشجع النوع ده من الصناعة لان القصة في تصنيع العربية مش ان انا جيب طلبة متفوقين من كليات الهندسة اللي متخصصين في تصميم وصناعة العربيات وشكر طب والصناعة المغزية للصناعة دي فيه ده اللي انا عايز اشتغل عليه بقى على كل فاصل ولسه لنا كلام طريقنا هو مسارنا عادن بيه بعضنا البعض طريقنا هو طريق العمل والعمل والعلم طريقنا هو الحلم والامل طريق بدأناه نكمله معا ان شاء الله طريق يتسع للجميع ترجمة نانسي قنقر 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 احنا عاوزين نقول كلام جد ولا عاوزين نقول كلام اللي هو ايه تصبيرة او كلام يفرح بعضهم كلام التصبيرة لا محل لهم من الاعراب كلام يفرح بعضهم لا جدوى منه لانه الواقع بيقول الاتي بيقول ويمكن حضرتك استمعت وشفت للعرض الاقتصادي على مصر خلال السنين اللي فاتت تاني سيادتك المواطن سيادتك في الحكومة سيادة الرئيس كلنا احنا بندفع فطورة بنحاسب على فطورة ولا واحد فينا مسؤول عنها لا رئيس مسؤول عن الفطورة بتاعة السابق ولا انت كمواطن مسؤول لانه هتعمل ايه ما كانش فيه في ايدك حيلة فيش في ايدك قرار ولا الحكومة اللي موجودة كانت حكومة موجودة قبل كده اصلا هل ده معناه هل ده معناه ان احنا ما فات قد مات ونتركه للابد ما ينفعش لانه بيأثر على الحاضر ويؤثر على المستقبل فرئيس الجمهورية جه وهو على استعداد تام لتحمل المسئولية بصرف النظر عن شعبيته زادت شعبيته بالمناسبة بس انا عايز اقول لها حاجة لطيفة كده وعلى الماشي وعلى الطاير الكلام على مسألة واه اهتزت شعبية الرئيس ده في اوساط النخب او في اوساط المثقفين او اللي بيقولوا ان هما مثقفين وإلخ إلخ يعني في النهاية هي دايرة شديدة تضيق انت بتتكلم على نسبة تقريبا لا تتعدى 2% من يتحدثون عن مسألة اهتزاز الشعبية انزل الشارع انزل الشارع خش جوه العطوف والحواري وانزل الشارع وروح جوه النجوع والكفور وقول السيسي انا بقول جرب انت مش بتخسر حاجة اتقلك يعمر بيته ده احنا بقى عندنا بيت ربنا يبارك له ده احنا دخلت لنا المية ربنا يدي له الصحة ده احنا بقى في عندنا كهرباء ده احنا بقى في عندنا صرف ده احنا فتحت مدرسة ده في مركز خدمات صحية ده في مستشفى ده العيال دخلت الجامعة ده نبني خد منحة في الجامعة الاهلية ده انا مش عارف ايه شوف هنا بقى شوف هنا بقى رئيس الجمهورية وهو يتحدث عن تجربة سبع سنين قال ايه؟ قالك التجربة اثبتت ان احنا لم نفهم ولم نقدر حقيقة المصريين معنى ايه الكلام ده؟ اتقل اسمع الرئيس قال ايه؟ بكل صدق وتواضع التجربة خلال السنوات السبع الماضية اثبتت ان انا لم نفهم لم نعرف لم نقدر حقيقة المصريين والله 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 المفاجأة بكل صدق وتواضع التجربة التي نرى في السبع سنين خلال السبع سنين اللي فاتوا دول اثبتت ان انا احنا انا بتكلم عن نفسي ان احنا ما كناش فعلمين كويس ما كناش عارفين كويس انا بتكلم عن نفسي لم نقدر حقيقة المصريين فالشعب قبل التحدي والتضحية والحكومة ترزل ما في وسعها والقيادة مستعدة للسنزاف رصدها لدى الشعب من اجل العبور والنجاح وكانت الفكرة هي السياسات سياسات او استراتيجية استراتيجية المحاول المتوازية يعني يعني بقاء وتنمية يعني اصلاح من قاهرة وبناء قاهرة اخرى اصلاح القديم وبناء الجديد مش كان الفكرة ان احنا نعمل جديد بس لا احنا ماشيين بالتوازي نصلح ما امكن ونعمل جديد عشان الدنيا تتغير ممكن نشوف الناس شافت المؤتمر ازاي في المحافظات بجد يعني ممكن نشوف رأي الناس ممكن نشوف صوت الجماهير ده تعبير من زمان كدوك صوت الجماهير ممكن نشوف صوت الجماهير وتشوف الناس وهي وقفة وبتتابع ادي البحيرة اللي بعده هاتلي بني سويف هاتلي الجيزة هاتلي المنوفية كطر ما يهمكش خلي الناس هي اللي تقول دي وشوش المصريين اللي الرئيس قال لم نفهم ولم نقدر دول في الوراء عندنا في محافظة الجيزة الرئيس بيقول لم نفهم ولم نقدر المصريين ما كانش حد متصور ان المصريين يوقفوا الوقفة دي احنا اللي بنقول شكرا سيادة الرئيس شكرا يا مولانا شكرا شكرا سيادة الرئيس وتعالي ناخدها واحدة واحدة الراجل جه زي ما كنت بقولك من شوية كده قرر انه هيحاسب على كل فواتيات اللي قابله في الصحة حاضر تعليم حاضر تعليم عالي وبحث علمي حاضر تشتغل على صناعة حاضر الرقعة الزراعية بتتأكل حاضر زود لنا الرقعة الزراعي حاضر عايزين تصنيع الزراعي حاضر عايز تطور تكنولوجيا الزراع حاضر عايز اطور الزراع بتاعتي فتبقى اعلى انتجاه حاضر عايز مصر ترجع تحتل مكانتها الطبيعية في افريقيا وفي المنطقة العربية يا رجل ده احنا كانت افريقيا ما اطعانا ما اطعانا يا رجل ده احنا تصوت ضدنا حاضر انتو متصورين ان احنا خدنا اجماع في الاتحاد الافريقي بعد مقاطعة يعني احنا في افريقيا 54 دول 53 دولة يعني متضايقين يعني خلاص شكرا تجد انت 53 دولة بالاجماع بيصوتوا ليك لرئاسة الاتحاد ايه ده طيب غياب لفترة طويلة كنا عن الجامعة العربية وبعدين عودة مرة تانية للجامعة العربية وبعدين هل مصر تحتل مكانتها تاني او هل مصر كانت في مكانتها اللائقة كقائدة للامة ومساهمة رئيسية ان لم تكن اولى ووحيدة في حل ملفتها فين كلام ده ما خلاص دور المصري في الاقليم يتراجع ينتهي ده كل الكلام ده تقال على صفحات الجرائد المصري قبل العربي قبل العالمي فلما انت تحل المشكلة في فلسطين وفي ليبيا وتساهم في حل مشاكل اليمن وسوريا والعراق وتحول دون قيام مشاكل في اي منطقة عربية وتبقى انت واقف على مسافة السكة يبقى شكرا سيادة الرئيس بس كده خلوني استأذن لفاصل ونرجع نكمل الكلام اشتركوا في القناة 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 لا زادنا ده مثال لان انا بقول اهمية حاجة واحدة بس عشان كده بقول لحياتك ان الموضوع محتاج ساعات طويلة المثال التاني ان احنا كنا الناس بتشهد وتقول وهنا بعد كده هقولك ايه قصة الاستقرار الهش اللي انا عادت استنتجتها ان انا بيقوله ده زمان ودلوقتي وزمان كان احسن طب هو كان ناتج الفرد من الناتج القومي كام اللي هي بمعنى بسيط جدا اللي هي ناتج الناتج الدولة على عدد السكان كان اقل من النهاردة بس عدد سكاننا كام وقتها كنا بنتكلم في ذكر وقت يعني في خمسة واربعين مليون خمسين مليون النهاردة بنتكلم في مية واربعة ومية وخمسة يبقى انا مش زدت بس ده انا زدت وزدت قوي الجزئية بتاعت الاستقرار الهاش في ناس تقول احنا المعدل النمو بتاعنا كان نوصل لاعلى معدلات 2008 مع اول ازمة في 2011 في الفتر دي استهلكنا كام ربعمية مليار دولار لو انا عندي استقرار قوي اقتصاديا لما حدث هذا لان انا استقرار هاش استقرار بيعتمد على ان انا باخد معونات لكن بصرفها ايه الجزء الاهم بقى اللي هو قياس الرضاء الشعبي ان انا ارضي بحاجة معينة فده اجزاء اللي لفتت نظري الجزء الاهم بقى اللي انا بخاليه في العبارة الجديدة قوي وهي الاستثمار في الرصيد الشعبي انت عارف حتى كان عارف واحد يستثمر فلوس لكن انا بستثمر في الرصيد الشعبي ده بيديني اسقاط على ايه؟ بيديني اسقاط على انه انا استغليت رصيد الشعبي ده علشان خاطر احقق حلم بلدي لصالح المواطن لانه من ضمن اتخاذات القرارات فيها ايه؟ جزء بتاع الثقافة للاسف احنا على مدار التلاتين اربعين سنة اللي فاتت خلنا اقوله اربعين سنة اللي فاتت بقى عندنا ثقافة ايه؟ حين النهاردة مويتني بكرة بس دي ما بتبنيش دولة اللي هي بتيجي قياس الرضاء الشعبي من انا بقيس رضاء الناس على اساس ان انا بديله دلوقتي انه ياكل ويشرب لكن هل ده بيبني دولة؟ لكن لو كنا احنا بنبنيها من زمان بجد عشان تبقى دولة قوية وصامدة ما كانش حصل اللي حصل والدمار اللي حصل في انه بقى شبه دولة واستهلك 400 مليار دولار في هذه الفترة الزمانية القليلة المفهوم الاخير بقى حضرتك اقولك انا هتناول غير بس المفاهيم الجديدة اللي عندي هو ان انا بصرف والناس بتقول طب احنا بنصرف ليه بنعمل اربعين مدينة جديدة اتكلفت كم؟ سبعة تريليون؟ بستقال ايه؟ ان انا زادت كأسيتس كأصول بالنسبة التلتاشر للاصل تبقيت زيادة اخيرا بقى بقول لحتك معلومات غير عادية اخيرا الجزء ان انا بتغلب على الفقر في حلول التحديات بالافكار الجديدة ومثال واحد فيها وهي العاصمة الادارية ان انا زي ما اتقنى النهاردة ما حصلش تكلفة في موازنة الدولة جنيه واحد ولا مليم ولا مليم بقى للنهاردة انا بدربها انا اشتغلت على ايه؟ خمسة واربعين الف كيلو من المية خمسة واربعين الف كيلو فقط وده معنى ايه؟ ان انا ماشي بخطوات بقى الحلول هي دي اللي احنا دايما بنقولها دارج واحنا مش مدركينها التفكير برا الصندوق بس احنا بنقولها لكن ما بنعملهاش فده اللي انا اخدته من يعني حاجات كتيرة جدا لكن انا بقول لحياتك العبارات الجديدة لان كلمة الاستثمار في الشعبية دي كلمة جميلة قوي دي فيها تضحية لما حالتك تقعد تفكر هو اي رئيس دولة بيبقى موجود او قيادة سياسية بيبقى كل همه ايه؟ بيبقى كل همه انه يقصب الرضا الشعبي بأي طريقة وخلاص عشان ايه؟ عشان نبقى في الحكم لكن شخصية يبقى هدفها ان انا ابني بلدي حتى لو انا ضحيت بنفسي وفي اكتر من حد يعني يا حضرتك وانا وكلنا نحب نكون محبومين من الناس يعني شاهدنا دكتور عصام عندنا مصطلح كده بنستخدام من زمان يقولك ايه رئيس امريكا ده رئيس مجلس ادارة العالم صح؟ ايه طب رئيس مجلس ادارة العالم عمال بيلف العالم عشان ينزل سعر البنزين عشان رضا التكس بير او دفع الضرائب الامريكي ايه يدب بخناقات معطوب الارض على لتر البنزين ايه ما تكلم هيدا عن ان هناك ديمقراطية ولا ما فيش فيه وحلو وجميل بس الرجل يبحث عن استقراره داخل المكتب البيضاوي مش مهم ايه اللي هيحصل بعد كده احنا عندنا ما كنتش دي فرقة خلص اللي فرقة ان البلد دي حالها يتعدل بجد مش بمسكنات صح عشان انا فعلا بلد قوية عندها صناعتها عندها زراعتها وبعدين ده احنا النهاردة فيه مثلة ايه يخلينا كلنا بعندنا ثقة في القرار اولا طريقة الدقة في اتخاذ القرار ده انا ببحثه مش بس من الفكرة التكلفة والعائد ده انا ده تأثيره ايه في الناحية الاجتماعية والشعبية وفي كل شيء يعني انا باخد القرار ازاي فانا باخد قرار بضحب نفسي يبقى اذا انا لازم اكون كمواطن مصري انا 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 بكلاب جاء كمواطن مصري سيباك مسياسي حاجتين ان انا لازم اكون مطمئنة ان هذه القرارات بغض النظر بقى عن التشويش والتشويه وهدي بس بقى كده بقى حضرتك حاجة اخيرة يعني في الموضوع التشويش والكلام ده كله لازم اكون مطمئنة ده صاحب القرار اللي بياخد القرار وما بياخدهش لمصلحته ده بياخده ضد مصلحته لكن لمصلحت مين لمصلحت البلد ومصلحت المواطن انا بقولك كلام اللي انا لمسه اللي انا حسيته مش انا كد كان عندي هذا الكلم الاول لكن ازدதه يقينا النهاردة وال brave اقول لحاتك لما تعرضت وت aspireت عرض مالنوراما والدراما اللي حصلت بعدها الدراما اللي حصلت بعدها ده ديتني انطباعه انا مش اقول اللي حصل لانه كل نهش شافته Dios míウ la quale انا انطباع ايه الدراما اللي حصلت والاسئلة اللي تقالت احنا كحزب السياسية وكل حزب السياسية الحقيقة لمسها في الشارع من الأسئلة اللي بتتسائل يعني تحس حضرتك أنه كم لا عشرين يعني القيادة السياسية مش بمعزل أنا ده الانتباع عندي برضو من الدراما اللي حصل الأسئلة والبنزين والكبالي والطرق فبالتالي إذن لا ده احنا فيه وعي وفيه معرفة كاملة بالأمور يعني هذه كانت أسئلة حقيقية بتاعت الناس يعني ده أسئلة بتاعت المواطن المصري بيترحها بشكل يومي وبيتناقش فيها هو قاعد مع أقاربه وزملائه وعلى القهوة وفي الجامعة وفي الشغل وكل حت فكان مهم أنها تتعرض حتت التشويش بقى حضرتك سترى يسأل أننا فجأت بمفاجأة مضبوط أننا فجأت أننا مش فاهمين المصريين ولم نفهم ولم نقدر ده معناها واضح في الجملة اللي بعدها ده اجتزاء معناها واضح في الجملة اللي بعدها صمود وتكاتف وتحمل يعني معناها أنه عملوا فوق ما هو سترس كان متخارم هنا الصمود والتحدي ما فيش تلت دقايق كانوا أهل الشر لحضرتك عارفهم واخدين المقطع ده بس بتكلموا عليه هل أنا بقى كمصري ده يأثر فيه ولا يحسسني أن الناس دي عايزة تهده وخلاص طيب بلتال بساطة المفهود المواطن العادي أقومي لأن هم خدوا كلمتين من المقطع مقطع مكتزق من سياقه الكامل ده معناها أن أنت بتتفرج على تلفزيونات بتاعت شوية عائل تفة يعني بالزبط كده بالزبط كده يعني الحقيقة أنا بس حبيت أسعى عشان برضو وده دورنا وفي الإعلام حاضرتك إحنا كأهزاب سي سي إن إحنا نرد بالمنطق على الكلام ده طيب ده يخيص أهى دكتور عصام عالقاتي المصريين الأحرار هو حزب لبرالي بوضوح جدا صحي كده؟ عشان أوضح بس إحنا لبراليتنا مصرية وتعتمد في النظام الاقتصادي على الفري سوشيال إيكونومي اللي هو السوق الحر الاجتماعي السوق الحر الاجتماع أقرب مثل للنظام السوق الحر الاجتماعي ده يروح لحياة الصين لا 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 السوق الحر الاجتماعي هو أقرب مثل للألماني حلو خالص إذن المصريين الأحرار بطبيعة الحال زيه زي الأحزاب السياسية اللي بتموجودة في الدنيا كلها عنده رؤيته الاقتصادية لمختلف الملفات النهاردة لما يجي المصير الأحرار ويقول والله يا جماعة إحنا بنعرض الورقة بتاعتنا فيه المؤتمر الاقتصادي ولدينا مجموعة محاور أبرز محور يريد المصريين الأحرار التركيز عليه تمام بإجاز عشان الوقت أرجوك بمنتهى الاختصار بمراحظتنا يعني تعرفش حتى خفية الطبية برضو بتأثر شواء لازم ضروري قبل ما أأخذ قدي المقترح لازم أكون مشخص لازم أقول هل إحنا عندنا مشكلة قوانين بس لا ودي على فكرة السيادة الرئيس أبه النهاردة مش مشكلة قوانين بس مشكلة تنفيذ القوانين حضراتكم في المجلس بتشرعوا لكن ليه المواطن مش حاسس لأن هناك إنسداد في التنفيذ اللي هو فين في الهيكل إدارة الدولة اللي ماشي دلوقتي في إجراءات الإصلاح بتاعته في إعادة هيكلة الهيكل إدارة في الدولة فيها فيها انسداد ليه بقى لأننا مثلا قلنا الشباك الواحد ماشي وبرضو دي عمل إيه النهاردة سيادة الرئيس إسقاط هو شباك واحد لكن الفترة الزمنية والتعقيدات موجودة وزي ما حتى قلت في الإنترو ميت جهة ولاية إذن أنا محتاج إن أنا أشخص فيه ليه ده ما بيتنفسي ليه ده ما بيوصلش قبل ما يبقى فيه قرارات جديدة في المؤتمر الاقتصادي لأنه فيه قرارات سابقة في عملية الاقتصاد والاستثمار كويس موجود لكن خليني قبل ما أعمل الجديد برضو وإحنا هنعمل الجديد ونصلح القديم لازم أشوف فين لأننا لو عملت قرارات جديدة وقوانين جديدة ومازال التنفيذ بهذه الطريقة النتيجة مش هتوصلنا المواطن فاعلين بدليل حياتك إنه عشان يتم التغلب على هذا سيادة الرئيس بيقول إنه ما بيديش توجهات بس كمان ده بيتابع خمسة وعشرين ألف ساعة علشان خاطر أقدر إنه أنا أخلص موضوع حق الظهر ومعاهل الحكومة برضو فهمش؟ يا دي دولة دي دي إدارة دولة فلازم الأول أول توصية إحنا كحزم الصين الأحرار بنقول إحنا عايزين نبحث وده هيتم إزاي بقى؟ هيتم من خلال طرح المشاكل لأن حدتك فيه اتحاد الصناعات موجود الغرف التجارية موجودة جمعيات رجال أعمال موجودة وفيه جمعيات على فكرة جمعيات رجال أعمال أجنبية برضو موجودة وبالتالي هيترح برضو من وجهة نظر إيه معوقاته في إنه مثلا يجي يستثمر في مصر فالناس دي عشان زي بيقولوا كده بالبلد يذهبوا في الموضوع فهتقول المشكلة هنا الوزراء المعنيين موجودين هنا نطلع مع القرارات الجديدة حلول لتفعيل بجد القرارات القديمة اللي موجودة فعليا ولم تفعل حتى الآن هيبقى لنا كلام كتير المؤتمر ثلاثة أيام وأظن ما بعد المؤتمر أيام وأيام وأيام كنت حبي نعود أكتر من كده بس يعني حتى زي مايلي أقولي يقولي دكتور عصام مشغول جدا بس لما قلناه وهيبقى معيوز قال لا ده وحشني أنا هجيله ما شفتوش من زمان فأشكرك وعلى رأس نورتنا وشرفتنا يا دكتور ألف 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 شكريك دكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار في تعليق أو تحليل أو رؤية لكلمة فخامة الرئيس النهاردة في المؤتمر الاقتصادي وكذلك في جزء من رؤية المصريين الأحرار لما يحدث في واقعنا الاقتصادي المصري استأذنكم نروح لفاصل نرجع بعد الفاصل فينورنا داخل استوديو دكتور هشام إبراهيم الخبير الاقتصادي ينورنا داخل استوديو بإذن الله وبردو هنكلم عن المؤتمر الاقتصادي ده طبعا حدث ولا حرج ده هو ده حياتي الاقتصاد يا بغتي النهاردة خليكم معنا بعد يزدوكم ترجمة نانسي قنقر 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 موسيقى 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 أخرف أنت أحنوا إلى خبز أمي هي دي بقى اللي حرفت اللقاءات بتاعة الزمن الرائع في الصداقات والزماء دكتور هشام إبراهيم خبرنا الاقتصادي المتخصص في التمويل والاستثمار هو صديق قديم وكنا نتحدث قبل ما نبدأ على طول يعني بقالنا يجي ربع ساعة عمنا نتكلم على زمان ولما كنا في عن تيفي وبدأ نتكلم ونتناقش وحاجة كانت أكثر من رائعة فكل الترحيب بضفنا العزيز وصديق العزيز دكتور هشام إبراهيم منور تحياتي هشام إبراهيم إزاي الحال كل الأخبار كل تمام المؤتمر الاقتصادي الذي طال انتظاره ولعله جاء في توقيت هام وحاسم يوسف بيقول صح ولا غلط بيقول صح بس إثناء هي فكرة طال انتظاره هو المفترض أن المؤتمر الاقتصادية بتتعمل وقت الحاجة حلو وإحنا الحقيقة مردنا بمؤتمر الاقتصادي عقد في عام 2015 ولم ننحرف أو نحيد عن مخرجات مؤتمر 2015 طبال 2015 من الشيخ لأنه البعض بدأ يتحدث أنه طب ما احنا عملنا في 2015 إيه اللي بيخلين نعمل دلوقتي؟ طب هو احنا كنا ماشيين غلط طب احنا جينا نصلح دلوقتي؟ لأ هي المسألة مش كده الاقتصاد بالمناسبة ما فيهوش صحة وغلط لكن فيه ملائم وأقصر ملائمة و2015 احنا طلعنا برشدة لبنامج الصحيح صحيح حقيقي والظروف كانت مختلفة تماما لأنه في 2015 كان عندنا مشاكل هيكلية داخلية احنا اليوم بتواجهنا تحديات ما احناش في أزمة اقتصادية احنا بتواجهنا تحديات بتواجه العالم كل ومسببات هذه الأزمة او التحديات البيئة الخارجية وبنان عليه احنا محتاجين المؤتمر اللي بدأ اليوم علشان عدة قبوش الأمر الاول علشان نستقرأ جيدا ما نحن سعرى المستوى الخارجي ويمكن عايز اشيل للحية الكلمة الهمة للغاية اللي هي تحدث فيها الدكتور محمد عليديان اليوم فيه ما يتعلق بفكرة المنزل او البيت والبيئة الحيز اللي احنا موجودين فيه في البيت لأنه احنا الحقيقة موجودين فيه منطقة ملتهبة موجودين فيه العالم كله الحقيقة بواجهة تحديات كبيرة للغاية واحنا بنموضع بأزمة اقتصادية حقيقية مختلفة كاسيا عن الأزمات الاقتصادية اللي شفناها خلال العقود الماضية لأنه 2007-2008 الأزمة الاقتصادية كانت في أمريكا بس أصدرت على العالم بس كانت أمريكا في 1997 كانت الأزمة في الفوريست كوريا وطايوان واليابان وغيرو 87 قبلها بعشر سنين كانت الأزمة في لاتن أمريكا البرازيل المنطقة دي وبالتالي تابعي احنا كل عشر سنين عندنا أزمة لكن الأزمة المضادية مختلفة ليه؟ لأنه يمكن الأمر اللي عشال لي الدكتور محمد العيان اليوم إنه إحنا بنتكلم على أزمة اقتصادية هو الحقيقة مكانها مش روسيا وأوكراني ده أوروبا بتدفع ثمن كبير للغاية وبتقن كل دولة الاتحادية أمريكا بتواجهها ظروف ضغطة ودخلة على كساد قريبا روسيا بالتأكيد المنطقة الجنوب الشهد أسي كلها الحقيقة بتتضرر الصين أيضا بتتأثر بالسالب وبالتالي احنا نتحدث عن الدول العظمى اللي بتقود المشهد الاقتصادية العالمي كلها تقريبا بتواجهها ظروف صعبة للغاية وبالتالي احنا بنتحدث عن تحديات كبيرة مهم إن احنا رقم واحد كمخرجات لهذا المؤتمر اللي بدأ اليوم إن احنا نستقرم أهلس على مستوى الدولي أخذنا في الاعتبار أن شكل الاقتصادية على من اللي اعتدنا عليه على مضاعدة سنوات وعقود طويلة على ما يبدو يتجه للتغيير هيتغير إمتى هيتغير إزاي مش هنقدر نشوفه لحنا على مستوى متخصصين ولا حتى مؤسسات اقتصادية دولية يكونوا مستوى غير وغير قادرة على قراءة ما يمكن يحدث اقتصادين خلال مش هقول خلال سنوات لكن خلال أشهر خلال أشهر خلال أشهر مش قادرين يشوفوا لأن احنا الحياة بنواجه ظروف صعبة للغاية بنواجه الترباط في أسواق الطاقة بشكل عام بنواجه الترباط في أسواق الصدف بشكل عام بنواجه الترباط في الأسواق المالية بشكل عام بنواجه الترباط في أسواق الغذاء بنواجه الترباط في أسواق المعايت وطالما انه فيه التطلبات بتواجه الاسواق العالمية بشكل عام يبقى ما نتوقعش انه فيه تدفق الولوصي على مستوى الدول لانه ما فيش مستثمر ممكن يشتغل وهو شايف اللي التطلبات دي بتواجه الاقتصاد العالمي وبنان عليه كل ده بيبعث بجرس انزال للمجتمع الدولي ككل على تباعد انه نحن ندخل او نقترب بشدة من الدخول للكساد يعني ايه كساد بقى اللي هو يعني ما فيش فرص عمل ما فيش دخل ما فيش انتاج يعني مزيد من الفقر مزيد من تداني مستوى المعيشة في كل دول العالم واحنا الحياة بنشوف مش بقى تقلبات اقتصادية نتجة من الطابات اللي بتشهد الاسواق بدينا نشوف الطابات سياسية بدينا نشوف تقلبات اجتماعية مش بتكلم على دول نامية في افريقي انا بتكلم على اوروبا بتكلم على التخبط اللي بتشهده بريطانيا خلال الاسبوعين الماضيين انا اظن انه صححني انه الوضع اللي موجود في اوروبا اضطراب اقتصادي واقتماعي ما شافتوش اوروبا حتى في الحربين وسياسي وسياسي بالقطع هدينا شافين استقالات زي صباح الفل اللي بقى في انجلتان اللي شوفنا في ايطاليا وبريطانيا خلال الاسابيع الماضية بينزل انه الاتحاد الاوروبي على شافة تغيير حقيقي وهي حدوث انقسامات داخل دول الاتحاد الاوروبي وسقود اليسار صحيح واحنا بالتأكيد وبنقترب بشدة بالمناسبة من الانتخابات الفصلية في الوقت بتاع امريكية على ما يبدو برضو نتجه لهذه الطرارات السياسية اللي نتجة من تقلبات في المزاج العام تقلبات اجتماعية مبعثة الاساسي الوضع الاقتصادي الصعب اللي بيراجه الدول العظمى الاقتصادية انا بكلم عن دول الاقتصادية العظمى على مستوى الدول ويمكن عشان كده اللي حياء يمكن دكتور محمد الاريان نحن ده كان بيتكلم على انه اوروبا اللي تحقق اوبي بيراجه صعوبات مليقة الصين بتواجه روسيا امريكا اليابان وبنان عليه دول الدول اللي مفترض بتقود اقتصاد اعلامي الجي سيفن لما نشير الجي سيفن تواجهها الصعوبات يبقى احنا داخلين على ازمة اقتصادية حقيقية هتأثر على كل شيء وبنان عليه نرجع تاني ليه المؤتمر الاقتصادية احنا محتاجين نشوف اللي بيحصل ده رقم واحد ورقم اتنين محتاجين نعمل بعض مش هقول انحراف لكن بعض في اطار من المدونة المهمة انها تكون مطلوبة في الوقت الحالي محتاجين نعمل بعض التعديلات على مصادنا الاقتصادية احنا الحقيقة يمكن ما تم من انفاق استثمارات كبيرة اللي غير يتجاوز 8 يليون جنيه في 8 اوامل الماضية على عدد كبير من قطاعات انشاءات الاقتصادية وعايز اعكد على انه الدولة المصرية والقياة السياسية لم تختار عدد من القطاعات وتطلق القطاعات الاخرى بمعنى انها الحقيقة حدقت في كل القطاعات الاقتصادية بالتوازي في قطاعات عمل اتقافزات قطاع الطاقة بشكل عام البطول والغاز والنهارد قطاع القهرباء قطاع الطرق قطاع النقل سكك الحديدية كانت مشكلة بتواجه لشعر المصر على مضاد تاريخه بدين نشوف تطور فيها مهم قطاع البنى انشاءة والاقادية عندنا قطاعات كان الحركة فيها بطيئة نسبية قطاع الصناعة وقطاع الزراحة طيب ده هيخدني قبل ما نكمل كلامنا الى انه بما انه حصل قفازات في قطاعات اقتصادية كتير ده ادى الى انه العالم اصبح ينظر الاقتصاد المصري كمان نظرة مختلفة يعني عايز اخد رأيك في التعليقات بتاعت اكتر من المؤسسة الدولية خلونا بعد اذنكم نعرضها برضو معانا كده اشتركوا في القناة 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 اقتصادية حققات معدلات اعلى ومعدات اقتصادية حققات معدلات اقل اشتركوا في القناة 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 اتركوا في القناة اشتركوا 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 في القناة